رفو بالقطع سنة 25 ده ما تنويه أمريكا أعلن السلاح الجوي الأمريكي اللي هو منظومة هارب اللي بيكلموا عليها قالك من 2025 نستطيع أن ننال أي مكان في الأرض بالزلازل والبراكين وتفجير البراكين وأنطار غارقة أو جفاف كان فيه أعلن ماسك كان عاملين معاه انتروديو قريب فبيسألوه بيقولولو انت شايف الدنيا هتنتهي ازاي قالولو الدنيا هتنتهي لو احنا الأحداث اللي بتحصل دي كلها لكن لو قامت حرب عالمية تالتة مش هنلحق حتى نروح كوكب تاني قال كده أعلن ماسك أنا آسف هل شايف ان ممكن حرب عالمية تالتة تقوم ولا هي شغلة دلوقتي وإحنا مش أنا آسف أنا أقولتلك ايه العدو استرخص فينا الرصاص وتجيش الجيوش بيكلف نفسه هو أصلا الحرب العالمية ما تقومش لا هو اللي حيقوم اللي احنا بنتكلم فيه هو المؤامرة الكبرى اللي بين الدول العظمى والغلابة حيموتوا زي بالظبط لما بيقولوا مثلا ايه الصوم احنا اللي كان عندنا عبقرة ابن سينة وابن رجد وابن الهيسم وعباس ابن فرناس والخوارزمي وشو بي اسماء اللي عملوا كل علوم الطب والهدسة والرياضة في العالم وخدها العالم تقدموا احنا تراجعنا نظبوط احنا بيفاهمونا في الاسلام ايه بيفاهمونا في الاسلام ان الصوم لكي تشعر بجوع الفقير الجعان اه طب ما كان ربنا قال لك اللي يصوم الاغنية بس فلاش الفقرى بقى يعني الفقرى جعانين وحا عايزهم يحس بالجوع ابدا ايضا هذا الصوم اكتشفوه انه علاج وحيد واساسي بس بيسموه في العلم يعني الصوم المتقطع ايو يصل الى 16 ساعة للقضاء على الخلايا السرطانية مهما عظمت من غير كيمو سربي من غير حقن من غير علاج ولكن قامت الدنيا عشان تحارب هذا الاتجاه لانه هيخسره هيخسره فلو كتير قوي شركات الكيمو سربي دي بالمليارات هل في علاج السرطان اكتشفوه الصوم الصوم اخترعوا دلوقتي بكتيريا على الشواطئ تاكل الانسان في اربع ساعات عارفة ايه تاكل الانسان بكتيريا ما تشوفهاش اخترعوا بكتيريا لمجرد تلمسيها مش هتاعي لأ بتصفي اللعبة في الجينات مش ايام كورونا قالك ان فيه تامن تلاف امريكي هتطوله الشريحة اه اله تخليه نص قالي ونص انسان خاصر وخوفوا الناس من حكاية الشريحة ايوك توقفت حكاية الشريحة ولكن اللعبة لعبة حقيرة لما الصين تكتشف الكورونا وبعدين تبقى عارفة ان امريكا كي حتصدر الكورونا للصين فتاخد كورونا وتعدلها وتغيرها وتشقلبها وتبعتها الامريكا ما يعرفوش يعالجوها ما هو ناس تقولك ايه ازاي امريكا هي اللي عاملة ده طيب ما هو تصابه لا دي حرب بين الكبار احنا صغيرين انما اتزم يا مر بتاعه اتناسها فين الاتزم راح اتناسها مش كده الكورونا اتناست هيجي حاجة غيرها ايوة ما بقولك اتناسها ولكن هي في الاخر حرب بيولوجيا انا اسف طلعت فلما لقوا ان اتناست الكورونا قالك نعم المصانع والحاجات اللي احنا عملنا امصال قالك في تطوير للكورونا في تطور لها خد بقى المصف تاعة متحور جديد من الكورونا قالك بس خفيفة بس خد العقار ده عشان العقار ده يشتغل عشان يتباع يتباع العقار اللي هو ممكن يكون فيه قزة كبير جداً وإحنا مش واخدين بالنا طبعاً في حالات كتير من أمصال الكورونا تسبب العقم